المخاوف من التصعيد الإقليمي متنامية والمساعي للاحتواء مستمرة أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لصد الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال أيام بمشاركة حزب الله بينما يجتمع وكلا إيران في طهران لبحث الرد على إسرائيل حسن نصر الله يقول إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة ويشدد على أن الحرب في غزة ستخلط أوراق المنطقة تزامنا مع دعوات الأممية لمنع توجه الشرق الأوسط لحافة الهاوية بلينكين يقول إن الأوضاع بحاجة إلى إيجاد أسباب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وليس البحث عن مبررات تؤخره مرحبا بكم في الارتداد شرقا وفي ملفين الأول منذ السابع من أكتوبر تتزايد حدة التوترات في المنطقة خاصة عقب الاغتيالات الأخيرة التي قد تمثل ارتفاعا غير مسبوك في التوتر أو حرب إقليمية فما التفاصيل نتابع يتصعد التوتر كل يوم في المنطقة ومخاوف من اندلع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط تتزايد ومنذ السابع من أكتوبر تندلع كل يوم تقريبا حادثة عنف جديدة وتتسارع وطيرتها وحدتها يوما بعد يوم في العراق واليمن وفي لبنان وبالطبع غزة ومع اغتيال صالح العروري في بيروت وإسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في الضحية الجنوبية ارتفعت احتمالات الحرب إلى مستوى غير مسبوك كل هذه التطورات جعلت إيران ووكلاءها يتوعدون برد مناسب على إسرائيل ويقولون إنه قد يكون أقوى من أي تصعيد مضى أما على المستوى الدولي والأممي فتتواصل المساعي لاحتواء التصعيد وكبح جماح التوترات تجنبا للانزلاق نحو حرب شاملة نتحدث عن هذا الموضوع بمزيد من التفصيل مع ضيوفنا معي من ديلة وراء السيد لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ومعي من عمان الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الاستراتيجية وأيضا من القاهرة معي اللواء محمد عبد الواحد الخبير في شؤون الأمن القومي مرحبا بكم جميعا مرحبا بالجميع وإلى السيد كورب نبدأ الحوار من ديلة وراء الآن يبدو أن الضغوط الدولية التي تمارس على إيران لم تثمر لثنيها عن الرد على ما حصل من اغتيالات في طهران لكن السؤال الآن التوقعات كلها تقول أن الرد سيكون على شكلة مكان في بداية هذا العام عندما تم ضرب أحد القيادات في سوريا السؤال الآن ما هي حدود المقبولة لدى إسرائيل وكذلك لدى الولايات المتحدة في أي ضربة عسكرية من إيران تجاه تل أبيب أو تجاه إسرائيل أهلا بك عبد الله دعني أخبرك بشيء الولايات المتحدة لم تتورد في الهجمات أو الاختيال للقائد الذي كان يعيش في إيران قائد حماس لم يتم استشارتنا ولم نتدخل ولا أي شيء إذن أولا هو في إيران ونحن لا نريد لإيران أن تتورد في الصراع ثانيا هو المفاوض الذي كان من المفترض أن يوصلنا إلى صفقة مع حماس إذن إسرائيل قررت بمحض إرادتها وبمفردها القيام بذلك والسؤال هو كيف سترد إيران هل لديهم استجابة منمقة مصممة محدودة أم موسعة حتى وإن لم تطلع الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الهجمة تحديدا أو لم يكن لها خبر كما أشار أكثر من مصدر وكما أشرت أنت لكن الولايات المتحدة تقوم بدور كبير في هذه العمليات وهي تقوم أيضا بالتنسيق بين الجانبين منعا لانزلاق المنطقة أو لتوسع دائرة الحرب في هذا الإطار يعني من يقوم بدور الموازنة التي تحصل في الرد ورد الفعل بين كل من إسرائيل وإيران وأيضا الجماعة التابعة لإيران اليوم وتقريبا منذ برهة أو ربما الآن حتى سيتحدث الرئيس بايدن إلى نتنياهو ليتأكد أن الأمور لا تخرج عن السيطرة إذن هذا هو مستوى تدخل الولايات المتحدة رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول ويمكنه أن يقوم بما يحلو له حتى وإن لم يحظى بدعم حكومته في إسرائيل إذن إلى الدكتور نبيل مرحبا بك معي من عمان دكتور يعني كنا نتحدث فيما مضى عن ما يسمى قواعد الاشتباك بين إسرائيل ولبنان وأيضا مع المنطقة بشكل عام القواعد التي كانت تضبط هذا الأمر يبدو أنها تحطمت وأننا أمام مشهد جديد هل تعتقد أننا الآن أو نستطيع أن نقول أن ما تشهده المنطقة في هذه الحرب في غزة قد أفرزت قواعد اشتباك جديدة وأن هناك سقف معين قد تم اختراقه وبالتالي أصبح هناك فعل من قبل إسرائيل ورد فعل من قبل إيران لكن في حدود مقبولة مساء الخير يعني تحية لك وليضوفك الأعزاء يعني في واقع الأمر باتت الأمور على صفيح ساخن هناك ارتفاع لمستوى التوتر ربما هناك خروج عن قواعد الاشتباك عندما قامت إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت واستهداف إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران مما كان تعتبر إيران هو امتهان وانتهاك للكرامة الوطنية للجانب الإيراني وحديث وسائل الإعلام الإيراني اللي عبر من خلالها عدد من المسؤولين الإيرانيين عن الثأر ورفع الريات الحمراء والخطاب الراديكالي وسياسة حافة الهاوية وغير ذلك والانتقام الموعود وبوابة جهنم وغيرها وانت تذكر يعني الإيرانيين لدائما يعني عودون على مثل هكذا خطابات لكن في نهاية المطاف هناك يكون سلوك برقماتي على الأرض تذكر عندما تم استهداف المبنى التابع للقنصلية الإيرانية في قلب العاصمة دمشق يعني قامت إيران بهجوم على إسرائيل يوم 13 إلى 14 إبريل من هذا العام لكن يعني كان هناك تنسيق دعني أسميه ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول طبيعة هذا الهجوم وبحدود معينة وعدم استهداف منشآت مدنية وجزء من هذه الصواريخ أصلاً 90% من الصواريخ تم إسقاطها ولم تصل إلى أهدافها وبالتالي الإيرانيين يعني عودون خلال الفترة الماضية وحتى منذ انطلاق أحداث 7 أكتوبر على الحفاظ على قواعد الاشتباك وألنوا مراراً وتكراراً أنهم غير معنيين بأي مواجهة أو حرب شاملة لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع الجانب الإسرائيلي أنا أعتقد أنه في إطار الفعل ورد الفعل نحن أمام عدد من السيناريو السيناريو الأول قيام إيران بهجوم لوحدها على إسرائيل وهذا أمر مستبعد قيام وكلاء إيران قبل أن تتحدث عن السيناريوهات دكتور نبيل سوف يكون مستبعد هناك السيناريو الثالث سوف نتحدث عن السيناريوهات بشكل أكثر دقة لكن اسمح لي أنتقل للواء محمد لأسأل المعادلة الجديدة التي تضبط هذا الإيقاع الخطوط الحمراء التي من الممكن أن نفهمها من خلال سياق الأحداث التي نعيشها الآن إذا رجعنا إلى الرد الإيراني المباشر على الأحداث في إبريل كان أمطرت إسرائيل بأكثر من 13 مسيرة وصاروخ وكما أشار ضيبه 96% منها لم يصل إلى أحداثه ولم تحقق إيران إلا كما يقال أنه رد استعراضي نحن الآن هل تتوقع أن ما سيحدث هو مشابه لما حدث في إبريل أم أننا أمام مفاجأة جديدة وأن إيران تريد فعليا أن ترد بشكل أقوى أهلا بحضرتك وأهلا بيضيوفك الكرام ومشاهدينك الكرام الحقيقة اختيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة طهران هذا يعتبر انتهاك صارخ لقواعد الاشتباك ما بين البلدين وتخطي للخطوط الحمراء التي رسمها كل طرف إسرائيل وإيران كل طرف رسمها للآخر منذ السابع من أكتوبر ليس من المستغرب عملية اختيال سياسي فإسرائيل اعتادت عملية الاختيالات السياسية قبل نشأة دولة إسرائيل حتى الآن منذ 48 وحتى الآن 1700 عملية اختيال سياسي لشخصيات سياسية بارزة أو لعلماء وبالتالي ليس جديد ولكن المستغرب في هذا الحادث هو المكان وهو طهران أنها وجهت عملية الاختيال داخل العاصمة طهران وده بيعتبر انتهاك لي سيادة الدولة وإحراج إيران دوليا وإقليميا الجزء الثاني كمان شخصية إسماعيل هانية نفسه وهو الوجهة السياسية والوجهة الدبلوماسية للمقاومة الفلسطينية يعني ليس لها أسباب تسكر ولكن أنا أتوقع أن الرد الإيراني يعني بصرف النظر عما حدث لكن الرد الإيراني ربما يكون مشابه كثيرا للرد الذي تم الرد عليه عقب ضرب الصفاء الكنسولية الإيرانية في دمشق لم يخرج عن هذا ولكن ربما هذه المرة ربما يكون أشد عنفا الرد الإيراني السابق زي ما حضرتك تفضلت العديد من السواريخ تم إسقطها بمساعدة أمريكية وبريطانية ومساعدة من دول الجوار ولكن هذه المرة سوف يكون رد مؤلم لإسرائيل ليس رد عنيف ولكن هيفرض قواعد اشتباك جديدة في المنطقة إيران لا تريد عملية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط هي دخل على مرحلة جديدة خاصة بعد تولي الرئيس الجديد وبالتالي يتحدث دائما على أهمية فتح علاقات مع الغرب وأن إيران سوف تتغير عن نهجها السابق وأنا أتخيل أنه يكون الرد بالتنصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وهيكون في حدود المسموح ولكن هي تريد طريقة لحفظ ماء الوجه لكن ربما يتم التصعيد وهذا السيناريو موجود وبقوة إذا قامت إسرائيل باستفزاز إيران يعني الرد الآخر أو رد الفعل الإسرائيلي يبقى عنيف إسرائيل تريد أن تورط الولايات المتحدة وتجر الولايات المتحدة عسكريا في مواجهة مع إيران ومحور المقاومة في المنطقة يعني حتى تصريحات الرئيس الإيراني الجديد مع الغرب بهذا يقلك إسرائيل إسرائيل لا تريد أن يتم تقارب إيراني غربي بهذا الشكل وبالتالي أتخيل أن ممكن المنطقة تنجر إلى حالة خطرة إذا كان رد الفعل الإسرائيلي عنيف أو تجاوز الخطوط الحمراء أيضا طيب اسمح لي أن أعود إلى سيد كورب لأسأل يعني واشنطن كانت قادرة على أن توقف إسرائيل عن أن تقوم بأي رد فعل تجاه الضربات الإيرانية في أبريل هل تملك ذات القدرة وما هي الأدوات التي تملكها لمحاولة فرض هذه الرؤية مرة أخرى على إسرائيل وعدم الرد على أي رد فعل يأتي من طهران الأداء أو الألية التي تمتلكها الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل هو مدنا لهم بالأسلحة التي يحتاجونها لاستكمال حربهم نحن نعرف أن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت تستنفذ أسلحتها وكثر في إسرائيل قلقون بشأن فتح جبهة أخرى في لبنان مع حزب الله والتي من الممكن أن تحدث بعد قتل قائد حزب الله سيكون من الصعب عليهم طبعا أن يحتفظوا بنفس مستوى حربهم ومعركتهم في غزة بالإضافة إلى الرأي العام هو الألية الثانية ما هو وضع إسرائيل الآن في العالم خاصة إن أدرنا ظهرنا لهم نحن الولايات المتحدة سيكون موقفهم صعب حتى إيران وإسرائيل لن تحظيها ولا واحدة منهما ستحظى بدعم من أي دولة أخرى في العالم هناك من يعيشون في الولايات المتحدة ويعتقدون أن علينا دعم إسرائيل بغض النظر عما تريده بالعودة إلى 1948 والتعاطف مع تاريخهم ولكن إن سألتني أنا أنا أرى أن إدارة بايدن ليست سعيدة بما يحدث هناك استياء وسنحاول أن نخفف ونهدئ من إسرائيل سيد كوربي اسمح لي أن أسأل هنا وأقاطعك عذراً لكن هل الولايات المتحدة في ظل الظروف التي تعيشها الآن ظروف خروج بايدن وانتهاء الفترة الرئاسية ومحاولة تقديم وجه جديد للحزب وأيضاً ظروف الانتخابات هذه الفترة حرجة التوقيت صعب هل يمكن للولايات المتحدة أو لإدارة بايدن أن تقول لإسرائيل أننا لن نمدكم بمزيد من الأسلحة لذلك يجب أن تتوقفوا عن التصعيد ممكن على الأقل أن يستقطعوا الإمدادات الإمدادات الأسلحة هل تتذكر أننا حاولنا ضحط إسرائيل عن الدخول إلى رفح وانتنعنا عن تقديم القنابل التي يحتاجونها حتى لا يضرب المدنيين إذن هذا هو سلاحنا أو هذا ما نمتلكه من ورقة ضغط على إسرائيل بايدن كان مستأن بشأن إسلوب إسرائيل في استمرارها في هذه الحرب الضفة الغربية، غزة، المدنيين، الحكومة كل هذه الأمور تقلق إدارة بايدن خاصة من خسروا أرواحهم من بين المدنيين حيث أنه لا توجد مكاسب عسكرية استراتيجية في حين أن هناك الألاف من المدنيين 13 مدنياً أو شخصاً بريئاً قتلوا اليوم فقط في غزة إن أردت السؤال الحقيقي بايدن بعد انصحابه هل سيجعل ذلك نيتنياهو مثلاً يولي انتباهاً أكثر لترامب أو يسمع لترامب؟ هذا ما سنرى ولكنك أنت محق الوقت ليس مناسباً وعلاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة بها توتر بسبب عدائيتهم في المنطقة ترجمة نانسي قنقر